الحل يا سيد محمود يعني احنا هنفضل كل سنة نفضل نقول نفس الكلمتين ونفس الموضوع ونفس القضية اللي بنتكلم فيها هي هي لازم يجب ان يكون هناك حلول خلال الفترة اللي جاية الدولة المصرية دولة قوية دولة قوية وتستطيع الرضع في اي وقت فايه الحلول دلوقتي؟ نعم الحلول واضحة وعاوزين احنا عاوزين نعملها هنعملها على فترة دايب بس احنا بنهرب منها دايب لانه برضو في عندك مسؤولين مشجعين دايب خلاص وإعلمين مشجعين بدرجة مشجع ان انا لازم اثبت وعشان نرضي اللي قاعدين برا وميقول علي ان انا بطل قوم ان انا بدافع عن حقك انا بدافع عن حقك به ان انا شوه الاخر واجرحه واقول حاجات غريب طب ما انت كنت لعيب كنت بتفوت دايب منطقيا يعني هل الفريق اللي هيفوت ده والجهاز الفنهاية بض من فين لما درت ان ايه تعرف انك انت هتفوت هتفوت ماش طب ايه لها تاخده بقابل عشان تفوت ماش سواء للاهلي او سواء للزمانك افتر او سواء للاهلي غريبة جدا يعني ايه الهدف الخطورة في الامر يا كابتن اسلام انه اللي برا بتحكوا علينا ايه احنا وصلنا من الانحطاط الاخلاقي لدرجة انه اللي برا جنيت دوناد روس طب هل انت تقدر تطلع برا تتكلم في دولة تتكلم عن الدور بتاعهم تقول عندهم مشاكل في كذا كذا والله ما تقدر ولا هم يصادفوه لانه هم حطينك في حجمك وعارفينك انها انت قد كده انت مش مدرق خطورة الامر انت شايف منافسة بين فريقك وبين المنافس بتاعك مش قادر تعود المنافسة في الملعب فبتلجأ الى اسلوب التشويه والضغط ان انا اعمل نوع من الكراهية وهذه بزرة تم انباتها في اربع خمس سنين لفات ستدفع سمنها الرياضة المصرية على مدار عشر اعشرين سنة عشان كده انا بتكلم في مدار ده النهاردة في جيل طالع لا يقبل بالراي هو حطت في اعتباره انه ايه الجزئية دي طب انت ما حارستش على انك انت تبقى حريص على الناس دي وعلى اخلاق لا ما حارستش اي انا اطالب يعني الاستاذ كرم جبر اي هو المسؤول عن الاعلام في المصر ويقول له خلي الناس اللي عندك تتفرج تجيب الفيديوهات تسمع الكلام البيتقال ده المشجعين اللي ضالعين دول بقولوا لمصلحة مين الكلام ده بقولوا لمشجعين وفي خطورة اشتركوا في القناة